ازاكو وشمانسين عاملين ان شاء الله النهاردة معانا الاختبار التجريبية تفاضل وتكامل 2023 الخاص بالوزارة ركز معايا ويلا بينا كده نصلى عنيب عليه السلام ونبدأ اول سؤال بيقول لي وشمانسين ازا كان الدال سين بيتساوي السين تكعيب ناقص التلاتة السين ناقص الواحد فان الدال يكون لها قيمة صغرى محلية ركز او في كلمة صغرى محلية هو يعني ايه? لو سألتك يعني ايه قيمة صغرى محلية تقول لي يعني الدال شرطة سين دي كده بتساوي السفر صح? طيب وقيمة صغرى المحلية دي بيكون قبليها تناقص وبعدها تزايد طيب يعني انا بحس اشارة المشتقة الاولى طيب ما تيجي ده نجيب المشتقة الاولى للدالة دي يبقى المشتقة الاولى للسين دي كده هتساوي تلاتة سين تربيع ماقص التلاتة طيب بعد كده هقول لك ساوي الكلام اللي قدامي ده بالصفر ده معنى ايه? ده معنى ان السين هطلع معك بتساوي مجب او سالب الواحد طيب تعالى كده نعمل خطة اعداد اده كده السلب واحد واده كده الموجب واحد تعالى نشوف فين التزايد وفين التناقص عشان ابحس التزايد والتناقص دي ده اللي ايه؟ ده اللي تربيعية فبالتالي بنقوم اقلينا على طول مثل اشارة السين تربيع عكس اشارة السين تربيع مثل اشارة السين تربيع ولو جيت تعوض هتلاقيه نفس الحوار بالضبط بسبب ان السين تربيع السين تربيع في الموجب وفي السالب هي 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 إيه السبب؟ إن السنتر بيحب تشيل السلب إنما لو أنا عوضت الحاجة ما بين الفترة من سلب 1 إلى الواحد فبالتاله يطلع سلبة. تفاقنا يا شباب? طيب. ده معنى إيه? ده معنى أن الفترة دي تزايد. الفترة دي تناقص الفترة دي تزايد. النقط الصغرى بين أو النيامين إن هي الواحد. طيب بيقولك الواحد والسلب 3 ولا الواحد والسلب 1? طيب يعني هو يقصد يقولك هاتلي قمت الصاد عنده قمت الصاد عند الواحد. طيب قمت الصادع عند الواحد تعالى كده نعوض بالده الواحد. دي كده هتدين. واحد ماقس التلاتة ماقس الواحد. طيب ده معنى ايه? ده معنى واحد ماقس الاربعة اللي هتساوي سالب التلاتة. يبقى الاجابة بتاعتي رقم الف اللي هي واحد وسالب تلاتة. تمام مش مانسين? اه. يبقى الاجابة بتاعتي هتبقى رقم الف. طيب تعالى كده. نشوف السؤال رقم اتنين. السؤال رقم اتنين بيقول لي تكامل الهيه قص زاطة سين قاطة تربيع سين دلسين. طيب اشفان سين? اول حاجة ان هلاحظها طبعا ان انا عندي يا باشفان سين الزاطة. طبعا اللي هو القص بتاع الهيه. المشتقة بتاعته مضروبة هي جنبها. طيب لما يكون عندي اه على سبيل المسال مسلا تكامل هيه قصين دلسين. دي كده بنقول ان هي تكاملها بهاي قصين. طب السبب ان هي مضروبة هنا في واحد في واحد. الواحد الاول ده بيعبر عن مشتقة القص. اللي هو الصين. والواحد التاني ده بيعبر عن لو هي. هي. لان انا عرف طبعا ان اه تكامل الدلة القصية بالنسبة للعدد هي. فيعبار عن نفسها على مشتقة قصها في اللغاردم الطبيعي لاساسها. فده كده بواحد فبنكتبهوش اصلا. طبعا? هنا بالزبط نفس الحوار. طالما انا عندي الدلة دي مضروبة في مشتقة قصها. طبعا اللغاردم الطبيعي لاساسها اللي هو الواحد يعني. فبالتالي التكامل بتاعها يديني نفسها. تمام? طيب. ولكن انا عايزك تلاحظ حاجة صغنانة خالص. ايه هي? ان مشتقة الزاطة سين سالب قطع تربيع سين. فبالتالي هنحط بس برة سالب. فيبقى الناتج بتاعي التكامل ده هو عبارة عن سالب. هي قص زاطة ايه? قص زاطة سين. اتفقنا? لها الاجابة ورقم بها. طيب. تعالي كده نشوف السؤال اللي بعده وصلي عن نبيه. السؤال اللي بعده رقم تلاتة. بيقول لي تكامل. بيقول لي تكامل لهي جزر السين. ايه ده? طب سويني. هو اساسا يعني احنا لما كان بيجي لنا تكامل بالشكل دوت. لهي سين. كنا بنقول ما بنعرفش نكاملها بالشكل ده. امال بنستخدم لها ايه? بنستخدم لها حاجة اسمها. حاجة اسمها التجزي. لان انا مفيش عندي تكامل في الدنيا هيجبني لهي سين. اللوهي سين ماينفعش تكامل. ماينفعش. امال بتتفاضل. فبالتالي لازم ان انا استخدم بريقة التجزيق. طيب بريقة التجزيق اللوهي سين هتتفاضل. هتبقى واحد على السين. طيب والواحد الواحد اللي هو مضروف اللوهي سين يعني? قالك ده الكامل هيبقى سين. تمام? فبالتالي الشكل النهائي ليها هيطلع عامل ازاي? هتضرب ده في ده. مقس تكامل ده في ده. اللوه هيديني سين. تمام? لوهي سين. بعد كده مقس تكامل واحد اللي هيتديني ايه? هتديني سين يعني. تعالى فده كده كان الشكل النهائي بتاعها بشمان سين. طيب. يعني انا عايز اوصل. عايز اوصل الشكل اللي قدامي لحاجة مبساطة زي كده عشان اعرف هتعامل معاه. تمام? طيب تعالوا كده نعمل. استغفر. تعالوا كده نوصل الشكل دوت للوه سين بحيس ان انا اعرف هتعامل معاه. طيب تعالوا كده اما اقل لك على حاجة بسيطة خالص. انا ممكن اخليها تكامل لو ه سين قصّ نص. ده السين. وكان عندي خاصية بتقول لي لو انا عندي مثلا. فبت determine وشوان قلنا ان ادي نخليها بالشكل دوت. لو ه سين قصّ نص ده السين. فبقى? كان عندي خاصية بتقول لي لو انا عندي لوه سين قصّ نون. ده كده بيتساوي نون لو ه سين. فانا عايز اوصلها للشكل دوت بحيس ان نون ده سابط فخرج ب Jangو برا التكامل ويبقى عندي تكامل اللي انا عارفه. تمام? اللي هي بالشكل ده. طيب. ما بالتالي انا هنزل النص ده قدامه شباب نصين وانا كده مغيرتش حاجة. يبقى نص. تكامل لوه سين. طيب ما انت سيادتك عارف تكامل لوه سين بكام? طيب. تعال كده ننزل خطوة. يبقى ايزا نص وبعد كده. طيب. تكامل لوه سين. انا عارف ان هو عبار عن سين. لوه سين. ناقص السين. لسه جايبينه من شوية. تمام? طيب. وبعدين. جيت ابصة على الاختيارات. ما لقيتش الشكل اللي عندي ده. وما لهو عامل ايه? لو تلاحظ هواخد السين عامل مشترك. حاطت نص سين عامل مشترك برا. فبالتالي انا هطلع السين عامل مشترك برا. طيب. تعال نعمل كده. يبقى نص. بعد كده السين. اخدتها عامل مشترك يتبقى لي هنا لوه سين. ناقص الواحد. اتفقنا? طيب. هو برضو مش جايب لي الشكل دوت. وما جايب لي ايه? جايب لي النص سين زي ما هي. النص سين زي ما هي هي. تمام? ولكن لوه حاجة بقى. يعني لوه حاجة. فبالتالي الواحد ده مش موجود. يعني الواحد ده لازم حوله الى لوه. طيب انا عارف ان الواحد ده عبار عن لوه. صح? هو عبار عن لوه. انا كده ما اغررتش حاجة. طيب بيبقى عندي نص سين. بعد كده. انا عارف بشمن سين لو انا عندي لوه مطروحة من لوه تانية. فبالتالي دي بتتحول الى اسمها. يعني ده عبار عن لوه. صين على اله. ودي كده الاجابة بتاعتي. طيب تعال كده نشوف. انهي اجابة في الاختيارات عندي. طلعت معا بشمن سين الاجابة رقم جيمة. اللي هي نص سين. لوه سين على اله. لوه سين على اله. طبعا هنا ده اللغة اللي هو اساسه عشرة دي مش هتنفع. دي كده مش هتنفع. الشكل ده كده غلط. تمام? لان اللي غالد ما عندي هنا الاساس بتاع عشرة. الاساس بتاع عشرة. وهنا برضو نفس الحوار. هو بيلغبطك بشمن سين. تتركز في الحاجات اللي شابها كده. تمام? طيب. صلى على النبي يلا وندخل على السؤال رقم اربعة. السؤال رقم اربعة بشمن سين بيقول لي ميل المماس للمنحنة. الصاد بتساوي الزا سيتا. والسين بتساوي الزا سيتا. عند النقطة. طيب وشبهن سين? انت عشان تجيب ميل المماس في ناس هتروح تقول لي دي معادلة برامترية. الدال صاد ع الدال سيتا. والدال سين ع الدال سيتا. وزي الفل. ولكن انا ممكن حلها بطريقة اسهل. انت مش عارفة بشبهن سين ان الزا سيتا دي كده بتساوي واحد على الزا سيتا. انت عارف الكلام ده وات صح? طيب الزا سيتا بايه? هتقول لي قمتها بصاد عندي. اها. قمتها بصاد. طيب والسين قمتها بالزا سيتا. طيب يعني الكلام ده كده يساوي واحد على الزا سيتا اشيلا وحط مكانها السين. طيب بشبهن سين جميل خالص. انا عارف ان ميل المماس عبارة عن صاد شرط. طيب ما تيه كده نشتاق الكلام دوت. نشتاق الكلام ده هتبقى سالب واحد على السين تربيع. تمام? لو عايز تعملها سين قس سلب واحد نزل القس ونقص من القس واحد. هطلع معك نفس ايه? نفس الحكاة بالزبط. تمام? طيب. انت عايز ميل المماس المنحنة عند النقطة. ميل المماس المنحنة عند النقطة. طب عارف ده معناه ايه? ده معناه ان انا ناخد النقطة دي وعوض بها في ميل المماس اللي انا جبته. لان انا عارف ان ميل المماس هو عبارة عن الصاد شرط. يبقى سالب واحد على. السين كانت بكام? باتنين. ربعها تبقى اربعة. يبقى سالب ربع اللي هي الاجابة ورقم به. طيب صالح نبي نروح للسؤال رقم خمسة. طبعا عارف انك بتخاف من النهايات. اول ما تشوفها تخاف منها. طيب انا حلولك بطريقتين. وطبعا في طريقة اسمها طريقة لوبيتل لو انت مش عارف تتعامل مع النهايات خالص فانت بستخدم لوبيتل. تعالي كده انا عاوض مسلا بالصفر. عاوض هنا بالصفر باش مانسين. بعد كده اعاوض هنا بالصفر. فعاوض في المقام بالصفر وبالتالي هيطلع لي قمية غير معينة. لان ببساطة خالص. اللي هي الصفر بواحد تروح مع السلب واحد. وزاها صفر بصفر. صفر ع الصفر كمية غير معينة. طيب يعني ايه كمية غير معينة? يعني ما ينفعش ان انا اتعامل معاها كده. اما انك تستخدم نظرية لوبيتل او حاجات من المحفوظات. طيب تعالي كده نستخدم من المحفوظات الاول. اللي هو منهاك تلت سنوي يعني. هتقوله انها لما السين تقول الى الصفر انا عارف ان هي قس اتنين سين مقس الواحد على السين دي انا عرف اتعامل معها. تمام? طيب ما تعمل كده زائد نها برضو لما السين تقول الى الصفر. تمام? ليه الزا الف سين على السين. ودي برضو انا عرف اتعامل معها من تانية سنة. طيب. لو جيت اسألك دي هتديني ايه? طبعا دي مش مونسين? انا عارف انا عارف لو هي جات بالشكل دوت نها لما السين تقول الى الصفر. قس سين مقس الواحد على السين. دي كده بتديني لو هي هي. لكن هنا بقى ما جاتش بالشكل دوت. ادى جابلي يا باش معنة صين هي والستنين صين. طيب دي معنها ايه? دي معنها لو هي هي والستنين? ولا تنين لو هي هي. طبعا الاتنين نرسل حكاية. هتكتبها كده وتكتبها كده صح. تمام? طيب احنا هنكتبها ايه هنكتبها تنين لو هي هي. طيب زائد. انت عارف يا باش معنة صين انها لما السين تقوله الى الصفر زا الف سين. على السين انت عارف لو هي اجت لك بالشكل دوت? لو هي اجت مسلا. تعال نشيل ده كده ونكتم مكانه. ده عايزين نشيل ده بس. طيب تعال كده نشرح هنا مش منز. لو انا كان عندي نهة لما السين كانت بتقول الى الصفر زا سين على السين فدي كده كانت بتساوي الواحد. وهكذا برضو جا سين على السين نفس الحاجة يعني دي كده كانت بتساوي الواحد. تمام? الكلام ده كان عندك طبعا هو اثباته ومش طويل ولا حاجة بس الكلام ده كان عندك في آآ تانية سينجا. طيب. تعال كده نطبق الكلام ده عندي هنا. هو الواحد ده جامل هنا يا بشوانسين. الواحد ده اللي موجود هنا. الواحد ده اللي موجود هنا. طيب الواحد ده اللي موجود هنا. عشان كده الناتج طلع بواحد. تمام? فبالتالي انا عندي هنا مادانيش واحد لأ دداني ايه? دداني احنا بنسجل تمام? دداني الف. تمام? فبالتالي الكلام ده هيطلع بألف. طيب قال لي ان الكلام ده كله على بعضه بيساوي الواحد. هو ايه اللي كده في رأس السؤالة? قال لي ان انها بتاعت الكلام اللي قدامك دوت بتساوي الواحد. طيب عارف ده معناه ايه? ده معناه باش مهندس ان الاتنين زائد الالف دي كده بتساوي الواحد. عارف ده معناه? ده معناه ان الالف بتساوي السالب واحد. هو عايز قيمة اتنين? قيمة الالف هطلع بسالب واحد. طيب. في في ناس بقى ما تحبش تستخدم الطريقة ده خالص بتقول لي بصة بشماندس انا هحلها طريقة لوبيتل. طيب تعال كده معلمك يا بشماندس يعني ايه طريقة لوبيتل. تعال كده نشيل بقى ايه الطريقة ده انت خلاص فهمتها. تعال انشوف. عم لوبيتل بيقل لي ايه. بصة بشماندس. عم لوبيتل انا شرحته في حلقة صغيرة لو انت ايه اه عايز تفتكره يعني او كده. عم لوبيتل يا بشماندس بيقولك لو جيت تعاود وطلعت قمية غير معينة اللي هي سف ماله نهاية على ماله نهاية ماله نهاية قصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص سين. زا kite. تعال كده نشتق الزا. ايه ده? ايه كات municipalities باي? او بقا تربيع الالف سين. هتشتق الواحد. مشتقته بايه? مشتقته بصفر. تمام? طيب. على. مشتقت المقام. مشتقة المقام بواحد. الكلام ده هيسوي هنا ايه? هيسوي هنا الواحد. بالواحد ده انا مش هشتقه. انا باشتقه بس بتاع النهاية. انا باشتق بتاع النهاية بشوانسين. طيب. انت كنت عايز النهاية لما السين تقترب او تقول الى الصفر. طيب عوض كده بالصفر هنعوض هنا بالصفر فبالتالي ده هطلع بايه? هطلع بواحد. دي كده روحي. طيب. القاة تربيع الف في الصفر. طبعا اي حاجة في صفر بصفر. طيب القاة كانت مقلوب مين? مقلوب الجتة. وجتة صفر بواحد. طيب جتة تربيع للصفر برضو هتبقى بواحد. طيب شاء ليه بها? هتفضل واحد. يبقى ازا الكلام ده كله بايه? الكلام ده كله بواحد. ده معناه بشو مهندس ان اتنين زائد الالف دي كده هتساوي الواحد. ده معناه ان الالف بيتساوي السالب بواحد. وانا بفضل انك تكون عارف طريقة عمك لوبيتل. لان اللي قدر الله لو جالك حاجة بشكل انت مش حافظه يعني انت مسلا نسيت هي قس اتنين سين ونقس الواحد ع السين دي كانت ايه اصلا? والحاجات دي بتتنسي طريقة خالص. قفت والعلم النسياد. فاتستخدم عم اللوبيتل. عم اللوبيتل هيسد معك في كل حاجة. تمام? نزلت له برضو حتة كده صغيرة عشان تفهم امتى استخدمه. ولو اشتقيت مرة وطلعت برضو كمية غير معينة عامل ايه? واتصرف ازاي? فتلاقي عندك الفيديو ده موجود في علامة الاي وهتسيبه لك برضو في الكمس وفي الديسكريبشن لو انت حابب تشوفه. طيب. تعال كده نشوف السؤال رقم ستة يا بشوانس. سؤال رقم ستة بيقول لي اذا كان الدالسين على الدالساد. وركز ركز الله يخليك في الحاجة اللي شبه كده. يعني الدالسين ع الدالساد مش دالسادو ع الدالسين. فانتركز في النقط الزغنون اللي شبه كده. عند اي نقطة ع المنحنة الصاد بتسوي الدالسين دي معناها ان الصاد دالسين. يعني الصاد بتتغير كل ما السين بتتغير. وكان المنحنة يمر بنقطة الاصل. طيب يعني ايه بش مهندس المنحنة يمر بنقطة الاصل. لما انا مثلا اديك على سبيل المسال اهو منحنة هو بالشكل دوت وقولك المنحنة ده بيمر بنقطة الاصل معنانا نقطة الاصل دي هي نقطة واقعة على المنحنة يعني النقطة بتاعت الاصل دي تعوض في معادلة المنحنة نقدر نعوض بيها في معادلة المنحنة او تحقق معادلة المنحنة من الاخر بتحقق معادلة المنحنة اي نقطة اي نقطة بتقع على المنحنة هي بتحقق معادلة المنحنة يعني اي بتحقق معادلة المنحنة على سبيل المسال بقولك الصوت بتسوي جزر سين فانت هتقول لي عندما السين بتسوي الواحد الصاب بتسوي كزا عندما السين بتسوي الاتين الصاب بتسوي كزا. فهي بتحقق المعادلة بتاعتي. تمام? طيب. تعال كده بقى باش مهندس نشوف احنا عايزين نجيب ايه? احنا عايزين نغيب قيمة الصاد قيمة الصاد بدلالة الصين. طيب ده ده معنى ايه? ده معنى ايه وانا مديك ادال صاد عدال صين وعايز منك الصاد. ده معنى ان انا هكامل. انا هكامل وشي. تمام? طيب. تعال كده بقى نشوف هنتعامل مع الشكل د ازاي? طبعا اول ما يلاقي حاجة بالشكل ده مش منسين. وانا عايز اكملها اول حاجة تيجي في ذهني. فصل متغيرات. طيب يعني ايه فصل متغيرات? فصل متغيرات دوت. اللي هنخلي السينات في طرف والصادات في طرف. بحيث ان انا اعرف اكامل. طيب نعمل الكلام ده ازاي? اضرب كده وسطين في طرفين. يبقى اتنين سين زائد الواحد. ده السين. ده كده يساوي الده الصوب. طيب. تقدر تكامل دلوقتي اقدر تكامل دلوقتي. طيب. اما انكمل الترفين مش منسين هيدي هنا صاد. واسيبك من السابت اللي هنا. ده كده يساوي. خلي ثابت كلها في طرف واحد يعني. ده كده يساوي السين تربية زائد السين. تمام? طبعا هقسم على تين فالتين روحيت يعني. زائد بقى ايه? زائد السابت. طبعا مش منسين لو انا بقول لك ثابت وهنا ثابت فبالتالي اه ده ثابت الله عالم بكان وده ثابت الله عالم بكان فخلي كل السواب بتاعتك في طرف واحد. اتفقنا? طيب. انت قلتلي ان المنحنة دوت. المنحنة دوت بيمر بنقطة. لازم اوش بانسين يقولك الكلمة دي. لازم 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 عشان قدر اجيب لك كنت السابت. طيب انت قلت نقطة الاصل. نقطة الاصل هي صفر وصفر. صح? يبقى دي كده بصفر. دي كده بصفر. ده معناها بش بانسين ان السابت بيساوي ايه? بيساوي الصفر. طيب هو عايز مني ايه? هو عايز مني المعادلة. طيب تعال كده نكتب له المعادلة بلون تاني هنا. يبقى ايزا المعادلة بتاعتي. طيب يبقى ايزا المعادلة بتاعتي هتقول ايه? هتقول ان الصاد. جيب لون تاني بقى يا عم ما تعرفناش. طيب يبقى ايزا المعادلة بتاعتي بش بانسين. ان الصاد دي كده هتساوي. الصين تربيع اهو زائد الصين. والثابت قمته بصفر. يبقى ايزا الصاد بتساوي الصين تربيع زائد السين اللي هي انهي اجابة ليس الاجابة رقم الف ابش موندس. تمام? الاجابة رقم الف. طيب. تعال كده ندخل على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده هندسة بيقول لي مساحة المنطقة المحددة بالمنحنة والمستقيم. وفوق محور السيناد. حلوة قوي كلمة فوق محور السيناد. عارف ليه? لان البساطة خالص. تعال كده نرسمها. هو بيقول لي يا ابش موندس. بيقول لي المستقيم السين بتسوي التلاتة. طيب. اه سؤال. هو المستقيم السين بتسوي معزرة الا اربعة اسف. اه السين بتسوي الا اربعة. ده هنرسمه ازاي? ده بيترسم كده. موازن المحور. الصادات. السين بتسوي الا اربعة. ده موازن المحور. الصادات بيقطع السينات عندها الا اربعة. طيب. عايز ترسم المنحنة السينات بتسوي السين تربيع نقص التسعة. طيب. هسألك سؤال. السين تربيع شارتها مجابة. هيبقى المنحنة بتاع بيبصت لفوق. طيب ا هيقطع هنا بشمنسين عنده التلاته وهيقطع هنا بشمنسين عنده السالب طيب سؤال انت عايز مساحة مين? مساحة المنطقة المحددة بالمنحنى دوت والمستقيم وفوق محور السينات. طيب. ده كده هيبقى معناه ايه? ده هيبقى معناه ان انت عايز الحتة دي كده. يعني ما انتش عايز الجزء اللي تحت ده انت قلتلي فوق محور السينات بس يعني انت عايز الجزء ده كده طيب تفتكر الجزء ده هنجيبه ازاي الجزء ده هنجيبه بكل بساطة المساحة دي كده هتساوي التكامل حدودي على محور السينات من ثلاثة الى اربعة معدلة المنحنة اللي فوق نقص معدلة المنحنة اللي تحت طيب ببساطة خالص هباش مهندس ببساطة خالص انا هاخد معادلة المنحنة طيب معادلة المنحنة الصاد كانت بتساوي صين تربيع نقص التسعة صح طيب هل بقى اناقص منها معادلة الخط المستقيم اللي تحت ده لا لانه ببساطة خالص الصاد هتساوي الصفر تمام الكلام دوت ده الصين طيب تعال كده نكامل بكل ببساطة لما كامل الشكل ده باش مهندس هيديني ايه هيديني سين قص تلاتة على التلاتة ومقص التسعة سين طيب عوض كده من تلاتة لاربعة لالحزبة عوضت انا فطلعت بعشرة على التلاتة تمام طيب تعال كده باش مهندس نشوف السؤال اللي بعد السؤال اللي بعده رقم تمانية بيقول لي تكامل جاتة اتنين سين على جا سين مقص جاتة سين كل تربيع طيب ايه صعب تعال كده نفكر في السؤال ده باش مهندس خلي اللون بتاعنا ايه موف طيب اش مانتس اولا انت جايب لي تحت فرق بين مربعين طيب فبالتالي اده جاتة اتنين سين اها واللي تحت ده يتفك الاول تربيع الاخير تربيع الاول في التاني في اتنين اللي هي سالب اتنين جا سين جاتة ايه جاتة سين طيب هسألك سؤال ده زائد ده بكام في هنا زائد ده زائد ده بواحد فبالتالي التكامل بتاعي بقى عبارة عن تكامل الجاتة اتنين سين على واحد مواقس اللي اتنين جا سين جاتة سين صح طيب تعالى كده نكمل خطواتنا تحت طيب هتصرف ازاي دلوقتي بكل بساطة هنحول اللي اتنين جا سين جاتة سين الى الشكل اللي احنا متعوودين عليه اللي هو جا اتنين سين تمام احنا عارفين ان جا اتنين سين بتساوي ايه جا اتنين سين بتساوي اتنين جا سين جتة سين تمام بوا مرة لما كنت بقول لك لو عندك جا سين جا اتسين شلا وحط ما كان آ مص جا اتنين سين هي نفس الحوار بس انا ضربت في اتنين في الطرفين تمام بس كده هندسه طيب تعالى نحول الشكل اللي قدامنا دوت زى ما انا قلتي لك يبقى اذاً كلم ده يعبع عبارة عن Giata 2die على 1 entsprech Important G2 확 لينا نحن 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 إن البست فإصلاق المقام ولكن أن valuable فبالتالي تضع هنا مع M 2 bikin 1 يعنى إيه البست ؟ يعنى التكامل عبارة عن Linen المقام يبقى دهabbاء نص لوهة مقياس المقام اللي هي واحد مؤسجة اتنين سين. طيب انا دلوقتي السؤال ده جاي لي في الامتحان. اللي هو الامتحان اللي كله على بعض ساعتين. جيت هبص في ام الاختيارات. معذرة يعني عذروني. ملقتش ايه? ملقتش الاجابة بتاعتي. طيب هعمل ايه باش مهندس? بكل بساطة خلص انت في الامتحان اهو. بقولك انت في الامتحان مفيش وقت معي. بكل بساطة هتعوض مكان السين دي باي حاجة. هتعوض مكان السين باي حاجة. يعني شايف المقدار ده هسيبك من السابت بقى. والسابت كده هو كده كده جاي بالسابت ده في السؤال. فالمقدار دوت على بعضه هعوض مكان السين باي حاجة. وليكن مسلا واحد. تمام انا معرفش اطلع بكان. وبعد كده اجرب الاختيارات الادامة دي. والاختيار اللي يطلع شبهه يبقى هو صح. تمام? طيب. تعال بقى نشوف الطريقة اللي هو حل بها الكلام دوت. هو طبعا انا من الوهلة الاولى. اه لما بصيت على الاختيارات. لقيتوا بيقللي لو هي. جا تاسين مقس جاسين. يعني من الاخر يا باش مهندس من الاخر المقام دوت. المقام دوت عبارة عمشتقة البسط. والمقام هيكون في جا تاسين وجاسين. سواء مجموعين او مطروحين. ام تقول لو هي? مقياس المقام. لما يكون البسط فيش طقاق المقام. يعني معنى الكلام بتاعي ايه? تعال كده نحاول نتفزلك عالسؤال شوية. معنى الكلام ان انا لو عندي جا تاسين وجاسين مجموعين او مطروحين في المقام. فاذا هيكون عندي جاسين او جاسين مجموعين او مطروحين في البسط. بحيث ان البسط يبقى اشتقاق المقام. صح? طيب انا عايزك بقى تحول لي الكلام اللي قدامي دوت لانا اقولتوا ببقى ايه من شوية. انا اشيل الطريقة التانية اها? لو حد عايزي نقلها. اها بش وانسين لو حد عايزي نقل الكلام. وان شاء الله كل الحاجات دي نزل لك عجروب يعني ما تلقش. تعالوا بقى عشان ايه? انا مش معي خالص فاحل هنا في نفس المساحة ايه. طيب هندسة. تعالى كده بقى ايه? نشوف هنحل السؤال ده ازاي? بالطريقة اللي احنا هنحاول نفكر فيها مع بعض. انا عايف يا مش مهندس والله ان الجتة اتنين سين. الجتة اتنين سين. ده عبار عن جتة تربيع سين نقص جاة تربيع سين. والله انا بيفتكر معاك الحاجات اللي انا عارف وبنجرب اهو. ما اصل مع لش انا مش هينفع هحط جاة او جتة في البسط. جاة او جتة في البسط الا بالطريقة دي. تعال كده فكر معايا هل في طريقة تانية مستحيل. تمام? طيب. تعال بقى نشوفوا المقام مش مهندس. المقام. طبعا المقام ده يتحل. هو المقام ده عبارة عن ايه? هو عبارة عن جاة سين. مو اس جتة سين. مضروبة في الجاسين مو اس جتة سين. صح? فانا قمت عملها قوس تربيعي. تفك عادي هوا ما عملناش اي حاجة جديدة. طيب. يبقى الكلام ده عبارة عن تكامل. طيب هو المربع ومربع وفرق بين مربعين دول كانوا بيتفكوا ازاي? كان بيتفك قوس موجب وقوس سالب اللي هو الجاسين مو اس جاسين. مضروبة في الجاسين زائد جاي جاسين. قوس موجب وقوس سالب. طيب. الكلام ده مقسوم على الجاسين مو اس جاتة سين. مضروب في الجاسين مو اس جاتة اي مو اس جاتة سين. طيب. ايه اللي انت ملاحظه? اللي انا ملاحظه ببساطة خالص. ان البسط في قوس سالب والمقام في قوس سالب اللي اتنين شابها بعض. ولكن باختلاف اشارة. بمعنى ان انا اخد سالب بره عام المشترك. يعني هنا انا عندي جاسين هنا سالب جاسين هنا ايه? هنا عندي جاسين. فانا اشيل ده مع ده واخد بره سالب عام المشترك. غيرت حاجة ما غيرتش حاجة. طيب اتبقى لي ايه? تعالا كده نبص. والله مش مهندس انا اتبقى لي كده سالب اهوة تكامل. بعد كده هيتبقى لي الجاسين زائد الجاسين على الجاسين مقص الجاسين. كلام ده ده لسين. طيب انت ايه اللي من شوية ان البص اشتقاق المقام? طيب تعالا نشوف الكلام ده موجود ولا لا. انا عارف ان الجاسين الجاسين مشتقطها جاسين. وانا عارف ان الجاسين مشتقطها سالب جاسين ولكن عشان هنا قدامها سالب فتبقى موجب جاسين. يعني اذا البص اشتقاق المقام. صح? اه صح. يبقى الكلام ده هيساوي سالب لوهة مقياس المقام. طب مقياس المقام اللي هو الجاسين مائس جاتة ايه? مائس جاتة سين. زائد سابت. طيب تعالا كده بقى نشوف الكلام ده موجود في الاخترارات ولا لا? سالب لوهة جاسين مائس جاتة سين. تعالا كده نبص. سالب له ايه? جاتسين واسجاسين. برضو صح. وما ينفعش يجيب الايجابتين. هتقول لي طب ازاي بش مهندس جاتسين واسجاسين. انت غلطان. هقول لك لأ. ركز. ركز. طب ليه ما اخدتش برة سالب عامل مشترك? ركز. ده مقياس. مقياس مش هيطلع لحاجة سالب. مقياس لو غيرت اشارة فيه. لو اخدت سالب عامل مشترك في المقياس. عادي. اتفقنا? ده سالب. سالب اشارة. سالب اشارة. يعني مسلا بدلا ما اديك سالب واحد لو دخلتها في المقياس هطلع واحد. ده سالب اشارة. لكن السالب اللي بره ده لما اجي اشيله بيتحط هنا قص يا بش مهندس. السالب ده بيتحط هنا قص. محدش يقول لي ليه ما اخدتهاش موجب. ليه ما اخدتهاش الف. حاجة اللي زي كده اركز فيها. ده مقياس يعني هيشيل سالب. فالإجابة هي رقم به. طيب. صلى عن نبي كده وايه? وندخل على السؤال اللي بعد. ها كده نشوف السؤال رقم تسعة. ازا كان السين له صاده بيساوي الواحد. فإن الدال صاد على الدال سين. طيب يا بش مهندس. ده بساطة خالص يا بش مهندس. دول حصل ضرب دالتين. انا مش ممكن اقول لك ان السين دي كده بتساوي لو هي صاد. اصل لو صاد هيه دي رخمة. انا ما بحبهاش. انا بقى انا حافظ الشكل الدوات. فانا عايزة اوصلها لحاجة تبقى بسيطة بالنسبالي. هل ان غيرت حاجة يا بش مهندس? ولا حاجة. انا وديتها هناك. فالبت ده مع ده. ليه? لان انا عارف ببساطة خالص ان لو هي هي على اللو صاد هي. دي كده بتساوي ايه? دي كده بتساوي اللو صاد هي. دي كده يا بش مهندس هي عبارة عن الكلام ده. فببساطة خالص الواحد على. دي كده عبارة عن واحد يا بش مهندس. فبالتالي حصل ضرب الاتنين دول في بعض بواحد. فانا عايزة فاهمك ان الاتنين معكوسين ضربيين لبعض. بدون بقى ما نكمل. الاتنين معكوسين ضربيين لبعض. فبالتالي طالما وديتها الجنب التاني بعكسها على طول بس. مش اكتر ولا الا. اتفاقنا? طيب. يبقى ببساطة خالص يا بش مهندس انا اشتاقي الطرفين. اشتاقي كده الطرف الاول بواحد. اشتاقي الطرف التاني صاد شرطة على الصاد. طيب عارف ده معنى ايه? ده معنى ان الصاد دي كده هتساوي الصاد شرط. الصاد هنوديها نهو. نضربها في الواحد. تبقى الصاد بتساوي الصاد شرطة. طيب هو عايزة بش مهندس ادال صاد عدال صين اللي هي الصاد شرطة عندما الصين بتساوي الواحد. طيب عود كده ما كان الصين هنا بواحد. هنا هو. ما كان الصين بواحد. لو ه كامل بتديني الواحد. اكيد الصاد هنا. قمتها بها. يعني عندما الصين بتساوي الواحد عندما الصين بتساوي الواحد. قوله الصاد دي كده هتساوي الها. عشان له هه هه بواحد. اتفقنا? طيب. ده معناه ايه بقى? ده معناه ان الصاد شرطة دي كده هتساوي الصاد اللي هي الها. اللي هي الاجابة رقم ده. طيب صلى على نابل بالبقى. نشوف السؤال اللي بعد. بيقول لها مشوهندس معادلة المماس لمنحنة الصاد بتساوي هي قصين عند النقطة واحد واحدة. انت عايز ايه? عايز ايه? معادلة المماس. يبقى تركز. معادلة المماس يبقى انا اول حاجة عايزها منك هي الصاد شرط. الصاد شرط دي كده هتساوي هي والسين. طيب بعد كده اقول لي الصاد ماقص صاد واحد اللي هي الها على الصين ماقص صين واحد اللي هي الواحد ده كده يساوي هي وعوض مكان الصين بواحد تطلع بكام تطلع بها. طيب يقسمع الواحد وصطين في طرفين. ده معناه ايه? ده معناه ان الصاد ماقص لها. ده كده يساوي ايه? ده كده يساوي هي صين ماقص لها. طيب ما السلب هي تطير مع السلب هي ده معناه ان الصاد دي كده هتساوي هي قسين. طيب شوف كده موجود في الاختيرات. اه موجود في الاختيرات. ازاي الصوبة مؤسلية قسين ده كده بيساوي الصفر. طيب شوان نتصلع نبي. نغير اللون الاخضر ده ونتفقل باللون الازرع. بيقول لي اذا كان الالف اكبر من الصفر. والبه اكبر من الالف. عارف ده معنى ايه؟ حتة الحد العلوي والحد الصفلي. ان انا كنت بقولك ان الحد العلوي لازم يكون اكبر من الحد الصفلي. حتى لا يكون عن العلوي ضيص الداف معك سالب. وبقولك ان البيه اك simplم من البي bit. يعني انا مش هايلي عن البي� helped by 2. او من اخر الفتره بتاعتي ما بين الصفر. الى البين احادة. تويب شوان. بت 그랬nings. إذا هنا بقى نと思يك اى التكاملات هاتي كلها من الف إلى به. بحيث ان البيه اكبر من الالف. نبقى التكامل من الف. خواهة اربعسان باما. قادر بتصور كدير للسين لا نجح الم jedes ما تقابة لنا. نحن عارفين ان التكامل من الف الى به. التكامل من الف الى به ده السين ده كده بيساوي سالب التكامل من به الى الف ده السين بساطة خالص لو شقلبت الحد العلوي مع الحد الصفلي. اخد سالب عامل مشترك. والحتى دي انا قلت اثباتها عندك في الحلقة بتاعت شرح التكامل. تعال كده بشمهندس نكامل القاة تربيع سين. انا عارف ان دي تكاملها بزا سين. وعوض من الالف الى البه. طيب تعال كدا كامل الثا تربيع سين. الثا تربيع سين بكل بساطة قل بكل بساطة الثا تربيع سين انا عارف ان هي عبارة عن القات تربيع سين ناقص الواحد. طيب هكامل القات تربيع سين لسة مكملها من شوية طلعت معي بال ash Lem t. طيب هكامل الواحد هيطلع معي بالثالب سين. انا على فكرة ان بعوض على طول واشتغل على طول الان الكلام ده انا قلته من يوم مرة في يعني يكفيك حل خمسين سؤال على التكامل ده حلقة حل خمسين سؤال على التكامل ده دي تكفي ان الواحد اساسا ما يفكرش في السؤال ويكون حفظ الايجابة بتاعت التكامل ده كانت نشوفها بعد اذنك يا شباب بعد اذنك ونشوفها انا مش ممكن اوزع الحدود دي على الاثنين زي ما خلتها تكامل ده وتكامل ده ايوه صح طيب انا اسألك سؤالة مش مهندلس هو ايه اللي انت ملاحظوه اللي انا ملاحظو انه كانت هناك قشره صالب اللي ان انا ملاحظوا ان ده هيتروى مع ده طيب، هيتبقأ لي سالب ثين يتبقى لي سالب ثين يتقامل من الف الى ب طيب ده يعني ايهل ده يعني انه ده كده يساوي سالب به م dent م م ايس نئسي بمعنى انت كان عندك كان ا objetosس سالب ثين مجال. تمام؟ انا قلت لك ان انا هقول لك ان انا هعود من الى به طيب عود كده بالبي عود كده بالبي يبقى سلب به. طيب عود كده بال الف يبقى ايه يبقى سلب الف. طيب ما أقول سالب في سالب هيتقلب موجب يبقى ده معنى ايه ده معنى الى المقس البه. تمام و في ناس فيهمها ايه. الحاجات دي على ادهة. فانا ميوضح كل حاجة على قد معطول. يبقى ليجاب بتاعتي اله و oversight موضح به. اللي يقا الاجابة ورقم دالي. صلى على يشفع فيك. شوف كده السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي. حجم. اه حجم. على فكرة درس الحجوم ده جميل جدا. درس الحجوم ده تضمن درقته. اللي هيجي يقول لي معرفش حل درس الحجوم ده هديله بالجزمة. تمام? درس الحجوم ده من اسهل الدروس عندك. ياريت? ياريت? ما فيه سؤال زي ده يضغلط فيها بش مهندسين. طيب. تعال كده احنا ايه? نعمل اللي علينا وندخل السؤال مع بعض ونرسم. انت عايز حجم الجسم الناشئ من دورة المنطقة المحددة بالمنحنة. الصاد بتساوي الصين تربيع. اه الصاد بتساوي الصين تربيع ده رسميتها عاملة ازاي? رسميتها عاملة كده يا بش مهندس ثواني. رسميتها تبقى عاملة كده. طيب. والمستقيم الصاد بتساوي الصين زائد الاتنين. طيب بيقطع محور الصينات عندما الصادات بتساوي الصفر عندما الصين بتساوي ايه? عندما الصين بتساوي السلب الاتنين. طيب بيقطع محور الصادات عندما الصادات بتساوي الاتنين. فيبقى شكل الخط المستقيم عامل كده. هو عايز بقى الجزء المحصور ده اهو. ما بين المنحنة وما بين الخط المستقيم ده. لما هيلف دورة كاملة حول محور الصنات. طيب بساطة خالص الحجم. حول محور الصنات ده كده عبارة عن باي. محور الصنات يبقى من صين واحد الى صين اتنين. صاد تربيع ده الصين. يبقى الحجم ده كده يساوي. ادل باي. الحدود بتاعتي على محور الصنات. الحدود بتاعتي والله مش مهندس هي تقاطع هي تقاطع المنحنة مع الخط المستقيم. طيب ببساطة خالص ببساطة خالص. دعا لكده نشوف ايه هي نقطة التقاطع هنا. والله المنحنة بتاعي دوت انا عارف ان هو متماسل حول محور الصادات. طيب لو جيت تساوي الصاد بتاعته بالصاد بتاعت المستقيم. هيديني ان السين تربيع. آآ ده كده يساوي السين زائد الاتنين. طيب ودي هناك بعكس الاشارة يبقى السين تربيع. ناقص السين. ناقص الاتنين ده كده يساوي الصفر. طيب نفتح كسين. سين وسين. سالب والسالب في موجب بسالب. الاولى اشارة المنتصف والتانية حصل ضرب السالب في السالب. عددين حصل ضربهم اتنين والفرق ما بينهم واحد. يبقى اتنين وواحد. عارف دي معناها ايه? دي معناها ان السين بتساوي الاتنين هنا كده. ومعناها ان السين بتساوي سالب واحد هنا كده. كلام منطقي صحي جدا يعني. تمام? عايز تعملها القلب راحتك يعني. طيب. آآ بس لو سأل جاي ما قالي فاآ صباح الفل. هيناقصك. يبقى الخدود بتاعتي من سالب واحد الى اتنين. الصاد تربيع. طيب الصاد تربيع يعني عارف ان هي عبارة عن معادلة اللي فوق نقص معادلة اللي تحت. طبعا لو حد ما كانش رسم فكان هياخد العكس. يعني بمعنى كان هياخد معادلة المنحنة نقص معادلة الخط المستقيم. كده كده هطلع معك اشارة سالة مفيش سالب في الاختيران. ولكن الافضل تخيل الرسمة. افهم. طيب يبقى دي عبارة عن ايه? دي عبارة عن صاد واحد الكل تربيع نقص صاد اتنين كل تربيع. لا المنحنة اللي فوق نقص المنحنة اللي تحت. طيب المنحنة اللي فوق هو عبارة عن الصاد بتاعت عبارة عن صين زايد الاتنين. ده اللي هو الخط المستقيم يعني. نقص. اللي تحت الصاد بتاعته عبارة عن صين تربيع يبقى الصاد تربيع عبارة عن صين قسر بعة. دا الصين. تمام? طيب تعال كدنا نغير اللون عشان الدنيا تبان. طيب. وبعدين يا مش مهندس. ده كده الحجم بتاعي. بساطة خالص. بساطة خالص. استخدم الالة الحزبة. بدلا ما توجه على دماغك استخدم الالة الحزبة. طيب. عملت الحوار ده كله على الالة الحزبة. طلع معي الحجم. ده كده هيساوي. باي في اتنين وسبعين على الخمسة. طيب ده انهي اجابة. تعال كده نشوف اللي جابه رقم الف. طيب بش مهندس. تعال كده نشوف السؤال اللي بعده رقم 13. بيقولك ازا كان الصاد. اصلا فيش وقت ان انا انا ممكن اكامل معاك. بس ما فيش وقت وممكن الواحد يغلط في اشارة ولا يعمل حاجة غلط في الارقام. لا اعملها انا حسب. وخلاص في ممتحانة ومش في ممتحانة. لا مش مستهلة يعني. طيب. ازا كان الصاد بتسوي السين. لو هي سين واقس ثلاثة سين. فان القيمة الصغرى للمقدار. هو يعني ايه مش مهندس اقيمة الصغرى للمقدار. معناها ان انا عايز المقدار ده على بعضه يبقى قيمة صغرى. لما كنا مثلا في درس التطبيقات على الفكرة ده سؤال من درس التطبيقات. الناس اللي هتفتكر ده سؤال من من القيمة الصغرى والقيمة العظمة اللي هو بتاع اول اربع دروس. لا ده سؤال من درس التطبيقات ولكن هو لافت في شوية. هو يعني ايه? هاتلي قيمة الصغرى للمقدار مسلا ايه? للمقدار ميم? او للمقدار ٣ أو للمقدار صوض. دا معاناها ان انا عايز المشتقة التانية للكلام دا تكون اشارتها مجابة. ليه? عشان تكون تحدب الى اسفر. صح? ما قيمة الصغرى دي معانا ان شرط المشتقة الثانية اهو المشتقش الثانية دي كده هتبقى ايه? هتبقى اكبر من الصفر. عشان يبقى تحدب الى اسفل يبقى شكله عامل كده. اتفاقي انا مش موان صين? طبعا. فالمقدار دوت على بعضه انا ممكن اسميح حاجة واحدة. ممكن اخليه مسلا مين? عين? صين? صاد? زي ما يكون. فولنا افترض مسلا ان انا افترض ان الكلام دوت اسمه عين. ان الصين زائد الصاد ده كده اسمها عين. طيب. انا عايز الصين زائد الصاد تكون موجودة هنا. طب يعني مش موجودة هنا. نخليها موجودة هنا. ازاي? ممكن اقول لك بساطة خالص الصاد زائد ده كده يساوي. مواس الاتنين. كل لي انا عملته ان انا وديت هناك سينة هاشمهاندس. والكلام دوت انا مسميع يبقى ازاlong عين دي كده هتساوي. انا حاولتوا العين عشان ما نطلع بطر. موس الاتنين سين. طيب انا عايز القيمة الصغرى. القيمة الصغرى معناها ان انا عايز المشتقا الاول. طيب تعاله كده. نجيب المشتقا الاول دي كده هتساوي. لما نشتق ديه باش مهاندس الليقولة في مسشتقة الثانية اللي هي السين في واحد على السين فاطلع بواحد زاد الثانية في مشتقة الاولى اللي هي لو هسين مق PRESIDENT U2 وبعدين انعرف ان انا عشان اجيب صغرى او عظمة فانا لازم اساوي المشتقة الاولى بالصفر معنا ان الكلام ده انا اساوي بالصفر طيب تفتكر ده يبقى معناه ايه واحد مقص الاتنين دي كده في سلب واحد يبقى لو هسين المقص الواحد ده كده يساوي السفر طيب ده معناه ان لو هسين ده كده يساوي الواحد ده معنى ان السين هتساوي هيه اس واحد اللي هيه يعني تمام فاكن لما كنا بنجيب القيمة العظمى المطلقة والصغرى المطلقة كنا بنروح نعوض يعني بقولك هات القيمة العظمى او هات القيمة الصغرى بس كده واسكت كنا بنروح نعوض في الصاد يعني بنروح نجيب الدال سين كنا حتى في العظمى دي بنقول لك هات الدال خمسة والدال ستة والدال مش عارف مين وشوف مين العظمى وشوف مين الصغرى صح هنا برضو احنا هنعمل نفس الحوار ولكن افتكر ان المقدار بتاع هو كان عبار عن السين زائد الصاد. يعني محدش يروح يعوض في الصاد اللي فوق. لان البساطة خالص لو جيت عوض في الصاد اللي فوق اطلع معي الاجابة. تعال كده انا عوض تبقى هي. ناقص تلاتة هي. اللي هي سالب اتنين هي. غلط. وما اللي انا عوض فين? في المقدار بتاعي. المقدار بتاعي اللي هو اسمه عين. يعني احنا هنبدأ من المعادلة دي. ما لناش دعوه بقى بالمعادلة الاصلية بتاعت المسألة. انا اشتغل على المعادلة دي. لو هي هي بواحد. ناقص اتنين هي. وتطلع معي الاجابة من هنا. بسالب ايه? بسالب هي. ودي الاجابة الصحيحة. اللي هي الاجابة رقم كام? الاجابة رقم الف. طيب. يعني يمكن السؤال ده من الاسئلة فكرتها جديدة. فكرتها جديدة وما جاتش في امتحانات قبل كده. فانا حبتها. طيب. تعال كده بشبهندس. نشوف السؤال رقم اربعة اشتغل على اللي هي شفع فيك. بيقول لك رقم اربعة اشر ازا كان السين صاد. مؤس ثمانية لو. اه. ده عارف مين? ده اللي هو اللو عشرة. اللي هو اللو غريد من المعتاد. لو عشرة هي. فهو عايز ادال اتنين صاد. عدال سنتين. طيب انا اسألك حاجة بسيطة خالص جداة بشبهندس. ده قيمته بكام? اه هتقول لي يعملها على الايل. هتطلع بيقيمها معينة. يعني معنى الكلام ان ده ثابت. ده مش متغير. هو امتى يكون متغير? لو انا بقول لك لو سين هي. لكن انا بقول لك بشبهندس لو عشرة هي. طيب ما ليه دي عدد? والعشرة دي عدد. ولو عدد عدد يبقى اكيد هيطلع بعدد. يعني كله على بعضه ثابت. يعني ده معناه ان السين صاد. ده كده هيساوي الصفر زائد تمانية لو عشرة هي. طيب مبساطة خلص لما انا كده اشتق ده يطلع بصفر. طيب تعال كده نشتق الاولى في مشتقة الثانية. اه زائد الثانية في مشتقة الاولى. ده كده هيساوي بصفر. طيب هو عايز المشتقة الثانية. طيب انا ممكن اودي الصاد هناك بعكس الاشارة. يعني ممكن نعمل كده. نخلي السين صاد شرطة. ده كده هيساوي السلب صاب. ونشتق كمان مر اهو الاولى. في مشتقة الثانية. زائد الثانية. في مشتقة الاولى. ده كده هيساوي. السالب خليها بره. طيب والصاد نشتقها تبقى صاد شرطة. طيب انت عايز من ايه? انت عايز ادال اتنين صاد عدال سين اتنين. قمتها بكان. طيب ساولي نشيل كده الحاجات اللي تحت دي دي عشان نعرف نشتغل. طيب. دعا لكده بشمهندس. نشوف هنعمل ايه. انت عايزه مش بمهندس. الصاد شرطتين دي. يبقى الصاد شرطين دي كده هتساوي. سالب الاتنين صاد شرطة على السين. وهددي هناك بعكس الاعشر. واسمته على السين. طيب انت بيدهني هنا بدلالة الصاد وبدلالة السين. يعني انت مش عايز الشارطة دي. طيب هي صاد شرطة دي قمتها بايه? صاد شرطة من هنا قمتها بسالب صاد عالسين. صاد شرطة هنا قميتها بسالب صاد عالسين. طيب يبقى الكلام ده كده هيساوي. سالب الاتنين. شيل الصاد شرطة واعود مكانها بسالب صاد على السين. الكلام ده مقسومة على السين. ببساطة خالص سالب في سالب بموجب. اتنين صاد على السين تربية. دي كده الاجابة بتاعتي. تعال كده نشوف انا اجابة عندي. لها الاجابة رقم ايه? لا معذراتا. اتنين صاد على السين تربية او لها الاجابة رقم الف. الاجابة رقم الف يا بشمان سين. تمام? نشيل بس دي. هتبقى الاجابة رقم الف. طيب. طيب صلى على النبي. سؤال رقم خمستاشر. بيقول لها ان ده سالب ازا كان الشكل المقابل يمثل منحنة الدال شرطة سين. فان الشكل اللازي يمكن ان يمثل الدال سين. انت فاكرة بشمانس لما نيجي نجيب الدال شرطة سين كنا بنعمل ايه? كنا بنفضل نقول اه مثلا عند الواحد وعند السلب واحد ده كده تحدب بعد كده ده تزايد ده تناقص وده مش عارف ايه. فاكرة انت الحوارات دي? اهو ده بالضبط الشكل اللي هو مدهوني. والعلمك لو انت لسه بطلغبت في حتة المنحنايات في عندك فيديو تقريبا عشرة داية يخلص لك الدنيا دي هيفرومها. موجودة عندك هنا في علامة دقاء يصبه لك في الكمس. هيفروم الحتة دي. ان شاء الله تفهمها يعني. طيب تعال كده بقى انطبق الكلام دا وتعال عندي. طيب يا بشمانسين. انا عارف ان الدال شرطة سين. اي حاجة في ام حوار السين اشارتها مجابة. طيب مجابة دي معناها ايه يا بشماندس? مجابة دي معناها تزايد. لان اشارة الدال شرطة سين. طيب وسالبة دي معناها يا بشماندس? سلبة دي معناها تناقص. يبقى السلب تلاتة دي معناها يا بشماندس? معناها ان هي قيمة. قيمة عظمى. السبب. اصل جاية من تزايد ثم تناقص. يبقى هستبعد اي حاجة في الاختيارات بتقولي ان هيها تبقى صغرى. انت هنا ايه? انت هنا صغرى. الغلط. طيب تعال كده نشبص على اللي تحتها. اللي تحتها والله ولا هي باين ان هي صغرى ولا هي باين ان هي عظمى. طيب لا هي هتبقى عظم. يبقى دي كده غلط. تمام? طيب تعال كده نبص على اللي تحت. لقى اللي تحت بتقولي تقريبا ان هي عظمى. فتعال نسيب اللي تحت. يبقى اللي جابة بتاعتي اما الف او اما دال. وطبعا الف هي اللي شكلها هلاقي اكتر. السبب? السبب ببساط خالص ان الف دي دالة تربعية. ولما جاشتقها هتديني دالة خطية او حاجة شابهة دالة الخطية زي ما انت شايف كده. تعال بقى نشوف ليه آآ الاختيار بتاعي هيبقى الف. او ليه عيني وقعت على اختيار الف. لان ببساطة خلص بشواندس هنا كان تزايد هنا الدالة فضلت تتزايد انا مش حافظ الاجابة. ثم الدالة هنا فضلت تتناقص. وده فعلا اللي حصل في الشكل بتاع الدالة شرط سين. فالاجابة بس هياركم عرف. لقى بتعال نبص بقى على ديل. دالة انا فعلا فعلا تزايدت هنا. بس هل تناقصت هنا? هل تناقصت هنا? هتقول لي اهو. بس تزايدت تاني. يبقى الكلام ده غلط. لانها ببساطة خالص يا بشواندس ببساطة خالص الدالة بتاعت دي من يعني لو جي ترسم الفترات كده. الدالة بتاعت دي من سالب ما لا نهاية الى السالب تلاتة تزايد. ثم الدالة بتاعت دي من السالب تلاتة الى الموجة بما لا نهاية تناقص. اللي اديني الشكل داي بشواندس اول عليه هو الصح. والسالب تلاتة دي عندها نقطة حرجة عظمى تمام؟ يبقى الإجاب بتاعتي يا رقم رقم 16 منحنة دالة دال حيثو الدالسين بتسوي السين هه قص كاف زائد السين حيثو كاف ده عدد حقيقي ثابت له نقطة انقلاب عند السين أو حلوة أوي حتة ثابت عشان مبسطه خلص لما جاشتق هو ثابت فمشتقته بصفر تمام؟ عايز نقطة الانقلاب طب نقطة الانقلاب معناها أنه نبحث الدال شورتتين سين طب نجيب الأول الدال شورتتين لما جاشتق حصل درب الدالتين لأولى في مشتقت الثانية طب بساطة خلص مشتقت الثانية هي نفسها في مشتقت السين الهي واحد طبعا دازوي بتفيروح مشتقت السين هيبقي واحد في اللغة المالطبيعي الأساسه اللي هو يبقي مش one dot اللغة المالطبيعي الأساسي اللي هو واحد طيب زائد السانية في مشتقة الاول هلا طب ما تيكي كده ناخد الهيه قص كاف زائد السين دي عامل مشتركيد بقى للسين زائد الواحد ده كده الدال شرطتين طيب تعالى بقى نجيب ده الشرطين سين اللي هنسواه بالصفر ده ايه يا بشماندس ده ورده حاصل ضرب ده اللي تين طيب قدي الاولى ها اللي ها هي قص كاف زائد السين في مشتقط السنين مشتقط السنين تبقى بواحد طيب زائد يا بشماندس السنين في مشتقط الاولى السنين لها سين زائد الواحد صح? طيب في مشتقط الاولى ها هي قص كاف زائد السين طيب بعدين يا هندسة هنسوا الكلام ده بالصفر طيب و كوندس هية القيء بـ السفر و اخ Leonardo دs ٹ سهلسللن إخوار بسالب 1 ساق Al C سورسللن оргانيه التساوي سالب 1 سالب واحد وديه هناك بعكس الاشارة يبقى السين بتساوي السالب الاثنين انت كنت عايز نقطة الانقلاب عندما السين بتساوي السالب الاثنين لو قال نقطة الانقلاب وسكت قال نقطة الانقلاب وسكت ساعتها لازم اعوض هنا حتian على مكان السين تسقط الطعا ما سؤال الاثنين يقول Wy قاصد. بصها شو مهندس? متغير قص متغير. اول ما تسمع كلمة متغير قص متغير والكلام ده انا قلت في المراجعة كتير جدا. متغير قص متغير يعني سين قص صاد. آآ سين قص قاصد. متغير قص متغير. يبقى على طول تاخد له الطرفين. لوهة الطرفين. تمام? او لن الطرفين. فبالتالي انا هعمل الكلام دوت. خلاه هنا سين زائد الاتنين. فيبقى لوهة سين زائد الاتنين. تمام? ده كده يساوي لوهة سين قص قاصد. وهقول لك ليه اخدت لغة من الطرفين. بساطة خلصة باش مهندس انا عارف ان لوهة سين قص نون. ده كده بيساوي نون. لوهة سين. فبالتالي اقدر اقول لك ان لوهة سين زائد الاتنين. ده كده يساوي ايه? ده كده يساوي قاصد لوهة سين. وبكده انا اقدر بكده انا اشتق بكل سهولة. بدل ما فوق ما كنتش عارف اشتق. فوق مش عارف تعمل معاه بالشكل دوت. ما ينفعش. فلازم اخد لنطرفين. وبكده السؤال هيبقى سهل جدا عليه. طيب تعال كده. نشتق الطرفين. وكان عايز ايه اصلا? كان عايز الدلس اضع الدلسين مضروة في حاجة. فبتعال نجيب له الدلس اضع الدلسين الاول. لما اشتق الطرف دوت هو عبار عن لوهة سين زائد الاتنين. طيب. هنشتقها. هنشتقها يبقى الكلام دوت هيبقى موجود عندي كده. في المقام. وبعد كده البسط يبقى مشتقة المقام. او مشتقة ما دخل القوس على قوس نفسه. تعال كده بش مهندس بقى نشتق الطرف التاني. حاصل ضرب دلتين. الاولى في مشتقة الثانية. يبقى قصد على السين. زائد الثانية في مشتقة الاولى. يبقى له هي. في اشتقاق الاولى بش مهندس اللي هي القصد لما نيجي نشتقها. خلي دي بقى ايه? نفتح كده قوس. تبقى عبار عن ايه? القاه انا عارف ان هي مشتقتها قازة. صح? تبقى قصد. زاصة. في مشتقة ما بداخل القوس اللي هي صد شرطة. تمام مش مهندس? باي. انا عايز ايه بقى? انا عايز صد شرطة دي. عندما السين بتساوي اللي اتنين والصاب بتساوي بقى على الثلاثة. طيب تعالنا نعوض بالنقطة دي. عندما السين بتساوي اللي اتنين. يبقى دا معناها ان ربع. دا كده يساوي. القاه عندما السب بتساوي باقي على الثلاثة. اه باقي على الثلاثة. واثنين. طيب قاة على الثلاثة دي بكام? انا عارف ان القاه مقلوب مين? مقلوب الجتة. جتة باقي على الثلاثة لياه الجتة ستين بنص. اللي هي تبقى اتنين على اتنين. زائد. لوهي سين. اللي هي لوهي اتنين. سبها زي ما هي. ما عرفش بكام. في القاصد. القاصد بتسأليين من شوية ان هي قمتها? باتنين. في الزا صاد. اللي هي الزا ستين اللي هي الجزر? تلاتة. في الصاد شرطة اللي انا عايز قمتها. نشوف هو عايز ايه? بيقول لي هو عايز الصاد شرطة مضروف تمانية على الجزر تلاتة. تعالنا نكتب له اللي هو عايزه. يبقى تمانية على الجزر تلاتة بصاد شرطة ده كده يتساوي. ببساطة خالص. الصاد شارطة. لما هنجيبها في طرف. الصاد شرطة لما هنجيبها في طرف دي كده هتساوي. الربع نقص الواحد يبقى سالب تلاتة على الاربعة. تمام? سالب تلاتة على الاربعة دي المفروض ان هي تضرب في واحد. علاء الكلام دو قد ده هيروح هناك بعكس الاشارة ثم يتاسم على الكلام الباقي. اللي هو اتنين. جزر تلاتة. له هيه اتنين. تمام? طيب. فاذا هنهضرب تمانية على الجزر تلاتة في سالب تلاتة على الاربعة في واحد على الاتنين جزر تلاتة له اتنين. ايه اللي انا ملاحظه? اللي انا ملاحظه دلوقتي يا هندسة ان التمانية في السالب تلاتة او التمانية الاول هتتاسم على الاربعة اطلع باتنين. بعد كده الاتنين في سالب تلاتة بسالب ستة علام. الجزر تلاتة في جزر تلاتة بتلاتة. التلاتة في اتنين بستة. تمام? واللو اτί اتنين تطلع في البسط بلو اتنين. طيب ده معنى ايه? ده معنى ان الكلام ده هيساوي سالب لو اتنين م ninguém. طيب تعال كده نشوف الاجابة بتاعت دي في الاختيارات ولا مايش موجودة في الاختيارات. سالب لو اتنين م keywords مش لو هي اتنين هتبقى لاجابة رقم جيم يا هندسة. تعال كده نشوف السؤال رقم 18. سؤال رقم 18 بيقولي اذا كان معدل التغير في المساحة الجانبية ايه ده? هو انا عارف المساحة الكلية عشان تقولي المساحة الجانبية ببساطة خالص يا هندسة. اما اقول لك المساحة الجانبية لاي شكل في الدنيا المساحة الجانبية يعبار عن ايه? بص هو المكعب دوت لو انا جيت افرد كده المساحة الجانبية فيعبار عن ده. الأصل مكعب هو شكله عامل كذا لما أقول لك هات المساحة الجانبية فالمساحة الجانبية عبارة عن وجه ده والوجه ده والوجه ده والوجه ده فنفردتهم قدامي علىعتبر أن كل الأوجهة دي قد بعض فالمساحة الجانبية اللي قدامي دي هي مساحة مستطيل طويل مساحة المستطيل الطويل ده عبارة عن الطول في العرض العرض بتاعه هو عبارة عن سين وسين 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 يعني عبارة عن أربعة سين والطول بتاعه عبارة عن سين فبالتالي يا بوش مهندس المساحة الجانبية بكل بساطة دي كده تساوي أربعة سين تربيع بدون ما تحفظها احنا استنتجناها مع بعضها وكذا لو انا عايز اللستوانة اللستوانة انت هتيجي تفكها فتطلع برضو عندك مستطيل المساحة الجانبية بتاعتها يعبار عن الارتفاع في محيط الدايرة يا بوش مهندس تمام يبقى المساحة الجانبية دي كده تساوي أربعة سين تربيع طب انت عايز ايه بيقولك في لحظة ما يساوي عددا او عدديا معدل يعني عدديا هو بيساوي معدل التغير في طول ضلع طيب ده معناه ايه ده معناه مش مهندس ان الدال ميم على الدال نون ده كده يساوي الدال سين على الدال نون عند لحظة معينة هو عايز بقى عند نفس اللحظة دي طول ضلع مين طول ضلع المقاعد طيما تيه كده نشتغلها طبعا ده درس المعدلات نشتغلها بالمعدلات الزمنية يبقى الداالميم على الدالنون ده كدة هي الساوي الاتنينفاربعة تامانيه السين دالسين على الدالنون طب ما أنتذ وتولتي delta بقى أد ته عندها لحظه 4 أية معينة تمامww بعيدا اذا واحد ده كده هيساوي 8 أسين يبقى طوله الضل عند هذه اللحظة بيساوي ايه بيساوي تم تمام يبقى الإجابة بتاعتي يا تم اللي يلي оперبي رك� champ طب هند نسه ندخل للسؤال اللي بعده السؤال اللي بعده رقم 11 بيقول لي إذا كان الدال سين بتساوي ألف سين مع السين والس ثلاثة حيث أن السين بتنتمي من الصفر إلى الأربعة والألف ده وتسابط طبعا دي الأسئلة المقالية وكان الدال واحد هي قيمة العظمى المطلقة للدالة فأوجد القيمة الصغرى المطلقة للدالة ها أنت طيب وإيش ماندس ببساطة خالص ببساطة خالص انت عايز القيمة العظمى وقيمة الصغرى فبالتالي أنا هروح على إشارة المشتقة الأولى طيب ما تيجي كده نشوف المشتقة الأولى بتاعتي دي كده هتساوي ألف مقس ثلاثة سين تربيع بعدين سواب الصفر طيب ده معنى إيه ده معنى أن الألف دي كده هتساوي ثلاثة سين تربيع دي معنى أن السين دي كده هتساوي موجب أو سالب جزر الألف على الثلاثة صح؟ أيوة صح طيب يعني عند النقطة دي إما عظمى أو إما صغرى بس اللي أنا متأكد منه أن دي نقطة حرجة فوليكم مسلا نرسم هنا السالب ألف على الثلاثة تحت الجزر وهنا مثلا إيه الألف على الثلاثة تحت الجزر وإيه أنت بتقول لي أن عندي الدال واحد دي كده قيمة إيه؟ قيمة عظمى أنا معرفش الدال واحد دي فين وعندي حدود الفترة بتاعتي من صفر إلى الأربعة طيب أنا سألك سؤال أيا كانت السالب جزر ألف على الثلاثة دي طالما هي سالب فإذن هي بره الفترة بتاعتي الفترة بتاعتي من صفر إلى الأربعة في التالي دي سالب والجزر عمره مايطلعها لحاجة سالب يا بشمهندس علشان ماحدش يقل لي السالب في سالب بموجب ما هو ده جزر الجزر عمره مايطلع حاجة سالب في التالي دي دايما دايما سالب فمستحيل تبقى موجودة في الفترة دي. تمام? طيب. يبقى ازا انا شغلي على النقطة دي كنقطة حرجة وشغلي على النقطة دي كنقطة حرجة والخدود بتوع الفترة بتاعتي. يعني هنزل كده هندسة. اجيب الدال صفر. اجيب الدال اربعة. تمام? الدال واحد وانت مدهاني. والدال جزر الالف على التلاتة. تمام? طيب. تعال كده نعوض بالدال سفر. الدال سفر هنعوض بها هنا في المعدلة الاصلية. طيب صفر سفر. يبقى اطلع بصفر. تمام? يعني دي كده. الدال سفر طلعت معي بصفر. طيب. تعال كده نعوض بالاربعة. نجيب دال اربعة. هنعوض survey هنا بدال اربعة تطلع اربعة الف. ماقس اربعة وستين. صح? طيب تعال اكتبها تحت. يبقى هتطلع ايه? هتطلع اربعة الف. ناقص الاربعة ستين. انا حد الان معرفش الالف بكام? طيب والدال واحد انت معرف لي ان الدال واحد دي عظمة مطلقة. طيب. وبعدين هو الجزرة الف على التلاتة دي هي الدال واحد. طيب ايه سبب في كده يا بشمهندس? ببساطة خالص انت مديني الدال واحد دي هي القيمة العظمة المطلقة للدالة. فانا عارف ان القيمة العظمة المطلقة للدالة هي واحدة بس. فالواحدة دي اللي هي الدال واحد هي بالزبطة بشمهندس الدال جزر الالف على التلاتة. ليه بقى? لان ببساطة خالص انا جيت اعوض بالحدود الدال صفر والدال اربعة والدال آآ الف على التلاتة اللي هي طلعت اللي هي الجزر الف على التلاتة اللي هي طلعت نقطة حرجة. فدول كده التلات نقط اللي عندي بس. التلات نقط اللي عندي بس. انت اديتني معلومة الدال واحد. فانا استنتجت ان الدال واحد دي هي عبارة عن النقطة دي. طبعا التلات نقط دول المفروض ان هو يطلع واحدة عظمة منهم واحدة صغرى. فالعظمة اللي هي دي. بيبقى ده معنى ان الجزر الف على التلاتة ده كده يساوي الواحد. ده معنى ان الالف هتساوي الواحد. طيب تعال كده نعوض بالواحد دي هناك. هنا هنا. تمام? نعوض اه معلش الالف اطلع بتلاتة. اطلع بتلاتة. عشان تبقى تلاتة عالتلاتة بواحد جزل الواحد بواحد. تعال كده نعوض بالتلاتة هنا. ده يبقى معناه ان تلاتة فاربعة مقايص اللي اربعة وستين. ده كده هيساوي الده الاربعة بتاعتي. طيب يعني ده معناه ايه? ده معناه ان ده الاربعة هتساوي اللي اتناشر مقايص اللي اربعة وستين اللي يطلع باتنين سالب اتنين وخمسين سالب اتنين وخمسين بما ان دا الاربعة طلعت بسالب اتنين وخمسين والديه طلعة بصفر تفتكر من الاصغر اكيد الاصغر دا الاربعة لسالب اتنين وخمسين يبقى دي كده النقطة الصغرى المطلقة بتاعتите ده كده اجابة السؤال بتاعها طيب تعاليا كده نشوف اخر سؤال معانا سؤال رقم 20 برضو على المساحات يعني سؤال ايه سؤال بسيط واسئلة المساحات والحجوم دي من الحاجات المضمونة اللي ما تضيعش درجاتها منك هندسة طيب شاء الله عنك ما تشغل بيقولك هنا يمثل منحنيات السين زائد الصواب بتساوي الثلاثة والسين بتساوي الاثنين صواب طيب ندخل على السؤال على طول انت عايز مين عايز مساحة الجزء المظلل اللي هو الجزء دوت ببساطة خلص هي هندسة تعال كده نجيبه مع ايه مع المحور السين فانا هقولك التكامل بتاعي من الصفر الى النقطة دي طيب أنا عرف النقطة دي بكم اه ساوي المعادلتين ببعض ساوي الصوت بتاعة المعادلة الاولى مع الصوت بتاعة المعادلة الثانية بحيث نجيب نقط التقطر هتقولي المعادلة الاولى المعادلة الاولى الصوت بتاعتها هتساوي جزر الجزر الالاربعة فهتطلع بثنين جزر السين طيب ده كده هيساوي الصوت بتاعت الخط الازرق دوت هتساوي THÛ이에요 طيب وبعدين شايفي الكلام دوت اعملوا على الآل الحزب بدل ما توجع دماغ وتربع الطرفين بعد كده طلع فرق بين المربعين طلع مربع كامل بعد كده طربع الأول والأخير والأول في الثاني في الثاني اللي اعملها على الآل فطلعت معايا السين هنا بتساوي الواحد طيب بعدين بالمرة تعالين جيب نقطة تقطع دي اللي يما بين الخط الأخضر والخط الأزرع فأنت هتقول لي برضو يعني هنساوي الصاد الصاد اللي هي تبقى نص سين هنساويها بالصاد بتاعت الخط الأزرع اللي هي عبار عن ثلاثة مؤسسين طيب دي سهلة دي مش محتاجة انك تجيب الأدل الحزب يبقى نص سين زائد الواحد سين فتطلع كام تطلع ثلاثة على الاتنين سين ده كده يساوي التلاتة ثلاثة هتروح مع التلاتة ده معناه ان السين بتساوي الاتنين يعني عند النقطة دي السين بتساوي الاتنين فأنا كده قدرت ان انا جيب لك الحدود بتاعتي كلها على بعضها عشان ايه ما نرجعش ما ننرهش نعود بها نرجع supposed to get away نجيبي لحد التاني لا مش مستعلى يبقى اذا التكامل بتاعي من الصفر الى الواحد زائد التكامل بتاعي من واحد الى اثنين في هنا دلتين وفي هنا دلتين طبعا انت عارف الدلة اللي فوق وناص اللي تحت طيب تعالها كده نشوف في الجزء الاول ده مش مستعلى في الجزء الاول انا عايز اجيب المساحة دي كده تعالها كده هنغيري اللون في الجزء الاول انا عايز اجيب المساحة دي كده. فيعبار عن الصات بتاعت المنحنة ده مؤسسات بتاعت المنحنة ده. لان طبعا احنا احنا جايبين الحدود مع محور السينات. طيب الصات بتاعت المنحنة ده احنا يلي انه يعبار عن اتنين جزر سين. تمام? ماقس الصات بتاعت المنحنة اللي تحته المنحنة اللي تحته هو المنحنة الاخضر. الاخضر. اللي هو الصات بتساوي ايه? بتساوي نص سين. تمام? فبالتالي هنا يبقى المعادلة بتاعتي اى اتنين جلى سين? نقص نص ايه? نص سين. اعمل ده على الحزب. طيب زائد. التكون من واحد الى اتنين. من واحد الى اتنين تعالى نشوف مين اللي موجود. الازرق والاخضر. الازرق الصوت بتساوي تلاتة نقص السين. او الصوت بتساوي تلاتة نقص السين. تمام? نقص الاخضر. الاخضر كانت نص سين. الاخضر هوا. كانت نص ايه? كانت نص سين. ده السين طبعا. بسيطة خالص. الكلام ده عامله على الال حزب. عامله على الحزب. chtime. تمام؟ طيب. عملنا على الال حزبها ت流عت معها الاجابة بتساوي 11 على 6. بس هندسه عشان تعمل الكلام ده على الحزبه فما تجمعش تكملين على بعض. لا اعمل التكمل ده الوحده ثم واعمل التكمل ده الوحده عشان ما اطلعش معك الاجابة غالط. تمام? هتكامل ده الوحده على الال حسبة? مسلا طلع بايه? طلع بخمسة. ولياكن. طيب. والكامل التاني الواحده طلع بستة. بعكاها تجمعهم على بعض. الاجابة طلع معاك ايه? طلع معاك حداشر. تمام? انا بقول ولياكن يعني عشان تفهم هتحل ازاي. عشان الناس ما تقوليش الاجابة ما طلعتش موجودة. ماشي اه ماشي عباش فانسين كده احنا خلصنا حلقتنا النهاردة. وشوف كم ان شاء الله. حل متحاني الدرور الاول. والسلام عليكم رحمة الله تعالى وبركاته.